أعلن الفنان مفيد عشور وفاة زوجة الفنان عبد الرحمن أبو ظهر اليوم الجمعة 29.11.2019 منذ قال يلدون توضيح سباب الوفاة وكتب مفيد عشور عبر حساب الرسم على موقع الفيسبوك توفيت يا رحمة الله السيدة سلوى الرفاعي والدة زوجتي اللي هي زوجة الفنان عبد الرحمن أبو ظهر الله يرحمه وطلب مفيد عشور من الجمهور الدعاء لها قائلا رحمها الله وغافرها لها وأسكنها فسيح جناته نسألكم الفاتحة على روح يا الطاهرة ده زوجة الفنان عبد الرحمن أبو ظهر سلوى الرفاعي الله يرحمها ده الفنان مفيد عشور اللي هو زوج ابنة عبد الرحمن أبو ظهر هو اللي أعلن الخبر النهاردة الجمعة ودي زوجة مفيد عشور وبنت عبد الرحمن أبو ظهر اللي هي صحة ربنا يا عزيز عبد الرحمن أبو ظهر مولود 8 مارس 34 أي حاليا حوالي 85 سنوات ممثل مصري اسمه بالكامل عبد الرحمن محمود أبو ظهر تخرج في معهد الفنون المصرحية عام 58 بعد حصوله على بكالوريوس عامل موظفا في وزارة الحربية سمعينا ممثلا في المصرح القومي عام 59 أول عمل مصرحي له كان مصرحية عودة الشباب لتوفيق الحكيم وتم تكريمه في المعرجان الوطني السالس للمصرح المحترف بالجزائر في مايو 2008 وقد تحدث الفنان عبد الرحمن أبو ظهر عن طريقة تعرفه على زوجته الحالية بالإضافة إلى السبب الذي دفعه إلى الاتفاق معها على طرق عملها في المصرح مشيرا إلى أنه ذات يوم تعرض إلى موقف من قبل زوجته جعله يرفض عملها بصورة تامة وقال أبو ظهر في برنامج الستات ما يعرفوا الشيك دول الذي يوزع على قناة السي بي سي هقول موقف جميل أول مرة أقوله كانت مراتي راحت تعمل دور قدام عادة الخيري على مصرح الرحان فرحت أتفرق وهي كانت لابسة فستان بنص قم وكل الحكاية أنه مسك دراعها أنا نزلي اللوز أنا ما بهذرش قلت لها لا مش هتروحي لمصرح تاني وشرحت لها إزاي واحد تاني يلمسك من ناحية أخرى قام عالد من نجوم الدراما بتلبية دعوة الملحن أحمد عبد الرحمن أبو ظهرة للاحتفال بعيد ميلاد والده الفنان الكبير عبد الرحمن أبو ظهرة في المصرح المكشوف بدار العبرة المصرية وكانت من بين الحضور زوجته الكاتبة السينماية سلوى الرفاعي وهي زوجته هنا هو اللي جنبه مراته وكانوا بيحتفلوا بعيد ميلاده التمانين وهو بيقبل كاتبة السينماية سلوى الرفاعي مراته وهو طبعا عشرة عمر وهنا بيعطى على الدرطة فنانين كتير جم عشان يحتفلوا به حسن يوسف قضي الاحتفال بالعيد التمانين له هو حالين 85 ربنا نديله الصحة وفي نبيل الحلفاوي ولاي العلوي ودي صور من الحفر كان أحفاده برضو موجودين وأنا فردوس عبد الحميد محمود سعب وجوث الشلبي بايل العلوي سنيح عيوب وعزة العلي ومن ناحية أخرى رفض الفنان عبد الرحمن أبو ظهرة وصف الإعلامية ياسمين عز له في برنامج حديث المساء المزاع عبر فضائية الام بي سي مصر بأنه الفنان العظيم مضيفا العظم لله وحده مطالبا ياسمين عز أن تلقبه بالفنان القدير وده حبث أبو ظهرة عن أسرتي مشيرا إلى أن لدي أسرة طيبة أنا عامل أسرة جميلة وهيلة وعندي الدكتورة ماي بتدرس في جامعات كندا والأستاذة صحر الكبيرة رحت إنجلترا ورجعت واشتغلت واتجوزت وعالت في البيت وأوضح أبو ظهرة أن نجلي أحمد عازف بيانو عالمي ومقيم في النمسا وحاصل على جوائز عالمية في الموسيقى مفيش مايسترو عالمي مايعرفش أحمد أبو ظهرة مشيرا إلى أن أحفاده يعزفون الفيوليت ويشاركون في أوركسترا بيرلين الدولي دي صورة جميلة ده ابنه أحمد عبد الرحمن أبو ظهرة عازف عالمي وأحفاده بيعزفون الفيوليت أيضا أضاف الفنان عبد الرحمن أبو ظهرة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك عددا من الصور تجمعه بغسرة ابنه على المسرح كما عبر عن مدى سعادته بهم مشيرا إلى أن دعم جمهوره له وتصفيقهم الحاد جعلاه يبكي من شدة فرحته وقال أبو ظهرة كانت ليلة أمس من أجمل ليالي عمري المسرحي وأنا أشارك أحفادي وابني خشبت المسرح الكبير بدار الأوبرة المصرية استمتعت وتأثرت وبكيت ليس بكاء تمثيل ولكن من أعماقي حيث رأيت ردة فعل الجمهور من حفاة وبالاة وتصفيق حاد موعدنا غدا بمسرح سيد دويش في أحب المدن لقلبي الإسكندرين بدي صور من الحفل كان معه أحفاده وابنه المسكر العالمي حاجة تفرح كان هو فرحان بأحفاده جدا بدي صورة في يناير 2019 صورة حليصة وفي ديسمبر 2016 ظهر الفنان عبد الرحمن أبو ظهر في حفل توزيع جوائس الدرجست وبصحبته ابنته صحر أبو ظهر ويعد هذا هو الظهور الأول للسيدة صحر ابنة الفنان عبد الرحمن أبو ظهر وكان قد اعتقد البعض أنها زوجته لكن خرج الفنان القدير وقام بنشر الصورة على صفحاته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لفيسبوك وصحح هذه المعلومة دي صحر بنت عبد الرحمن أبو ظهر بدي كانت راحت إنجلترا وبعد كده رجعت واشتغلت وبعد كده اتجوزت وبعدت في البيت وأنا مع بيومي فهد في حفل ديرجست هنا صحر بنته اعتقد البعض أن هي زوجته وكتب الفنان عبد الرحمن أبو ظهر وقال أن سعيد فعلا بالتعليقات الموجودة على هذا الخبر مع تصحيح بسيط أن من كانت بجواري ليست زوجتي ولكنها ابنتي صحر أبو ظهر كما سعدت أيضا بتكريمي في هذا اليوم السيدة صحر متزوجة من الممثل الشهيد مفيد عشور ولديهما ثلاث أبناء عمر وعبد الرحمن وعمر ده زوجها زوج صحر عبد الرحمن أبو ظهر طبعا معروف من الممثل معروف من ناحية أخرى تحدث الفنان القادير عبد الرحمن أبو ظهر عن أول ظهوره على شاشة التليفزيون مشيرا لأنه قام ببطولة صحرة تليفزيونية للمخرج الراحل إبراهيم الشقنكيري وتحدث أبو ظهر خلال لقاء مع برنامج حديث المساء المزاع عبر فضائية الأم بي سي مصر عن أن الصحرات التليفزيونية كان يتم تصويرها على الهواء مباشرة وكان يحفظ دوره بدقة حتى لا يخطئ أثناء التصوير مشيرا لأن تقنيات التليفزيون في الماضي لم تكن تسمح بعمل المنتاج لتعديل الأخطاء لافتا لأن الخطأ الواحد كان يتسبب في إعادة تصوير العمل بالكامل وقال الفنان عبد الرحمن أبو ظهر أنه يعد من مكتشفي الفنان الراحل الكبير أحمد زكي مؤكدا أنه تنبأ له بأنه سيصبح أفضل ممثل في مصر وأضاف أبو ظهر خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج الجمعة في مصر المزاع عبر فضائية الأم بي سي مصر أن بداية تعرفه على موهبة أحمد زكي كانت في المسرح القووي عندما كان يعد الفنان الراحل المشروع تخرجه مشيرا لأنه زهي له بحجم موهبته وأكد أول ما شفته بيمثل جريت عليه وقلت له أنت حتبقى أحسن ممثل في مصر وهو بالفعل ما حدث ووضح لما مسلت معاه في فيلم عرض الخوف كان مبسوط جدا وهو شغال معاه وكان بيقول للكل أستاذ أبو ظهر قال لي هتبقى أفضل ممثل في مصر دي صورة نادرة لي مع حاكم الشارقة ودكتور مصطفى الفئي جنبه برضه وهنا مع الفنان القدير صلاح السعدني إذا عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا برس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم